بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم هو صفحة ثمانية وصفحة ثمانية تحتوي على فكرتين الفكرة الاولى اشرحتها بهذاك الدرس اللي هي giving reasons اعطاء الاسباب والفكرة الثانية ان شاء الله راح اشرح لك اياه بهذا الدرس اللي هي compound words الكلمات المركبة عزيزي هذا الدرس مهم المطلوب من عندك تنتبهوا ياي وتحاول تركز لو تلاحظ هنا lesson 4 الدرس الرابع لليونت 1 للوحدة الاولى عليها تمارين بالاكتيفيت بوك صفحة 10 وصفحة 11 وصفحة 10 كلش مهمة عزيز الطالب تحت عنوان buying اللي معناها الشراء and selling اللي معناها البيع اذا الشراء والبيع فات هذا عنوان درسنا يقول لك look at انظر الى the photographs انظر الى الصور ثم listen اصغي لي انثنك وفكر بعد which objects اي الاشياء طبعا هسته متصغي راح تسمعهم يحكون عن اشياء اي الاشياء are the people describing اي اي الاشياء الناس يصفون طبعا هو قال لك طبعا هنا look at the photographs بابع للصور فهنا ذن الاشياء فلو تلاحظ عزيز الطالب اول شي mountain bike المونتين بايك معناها دراجة جبلية هاي كلمة مركبة دير بالك عليها ومهمة وزاريا مرة جاية زين استطاعوا شنو كلمة مركبة يعني مركبة من كلمتين شوف كلمة اثنين كلمتين يطل لمفهوم واحد اللي هو الدراجة شوف هاي الدراجة اسمها mountain bike اللي هي الدراجة جبلية دراجة اسم وجبل اسم دراجة جبلية شوف هاي كلمة مركبة خاف ما تعرف شنو الكلمات المركبة يتكونن من كلمتين حتى هذا الشيء الثاني lightweight اللي معناها خفيفة الوزن شنو تنت فشي يجيب لك بالوزارة فوق lightweight او جوه تنت انت تربط ليها بهذا الشكل lightweight tent اللي هو خيمة خفيفة الوزن طبعا هو نانا ساعلنا على الاشياء والاشياء قلت لك اول شيء البيسيكل وبعدين التنت اللي هو الخيمة وعزيز الطالب صفحة 10 بيها تمرين كامل اربط كلمات مركبة واذا ما تعرف يعني استاذ شون يجي وشنو كلمة مركبة لاحظوا يا عزيز الطالب هاي الاسئلة الوزارية طبعا انا حتى ما ادوخ يعني كلمة مركبة كلمة مركبة حتى تعرفها شون تجي بالمتعان وتمشي وياك ترى موجودة بالوحدة الثانية موجودة بالوحدات الاخرى خليها ببالك طبعا التمرين مالتنا او السؤال الوزاري هذا match اربط لي the words الكلمات list a في list a with list b يعني عندي list a و list b راح نربط هذن الكلمات اللي موجودات بالa مع list b حتى شنكون حتى نكون كلمات مركبة ولو تلاحظ هنا على سبيل المثال رح تتاخذها هسا disk brakes اللي هي شنو الفرامل او تخيلوا يا اي هنا جايب لك هنا بالa mountain بالبشي يجيب لك bike اتا رح تربط هين mountain bike شي صير عندك دراجة جبلية او الشيء الثاني اللي هو الخيمة هنا يجيلك light weight خفيفة الوزن ويجيب لك هنا تنت فاش راح تصير راح تربط هين امتى خيمة خفيفة الوزن لاحظ بس هسا اتا الكلمة راح تشوفها فعلا موجودة بهذا السؤال disk brakes هسا راح اشرح لك ياه وراح تشوفها شوف disk وينه مخليه وبريكس وينه مخليه وعنده طبعا بالوزاري هاي كلمة disk خطأ على العموم هسا احنا نمشي مع ان علاقة تمشي عزيزي الطالب هسا عرفت انه الكلمة المركبة تتكون منيا تتكون من كلمتين ويجيب هاي الطريقة لست اي ولست بي واتا تربط هين هذا بالنسبة لمن بالنسبة للكلمات المركبة خاف ما تعرفين يقول لك look at انظر الى the photographs الصور وبعدين يقول لك what's being described ماذا يوصف شنو الشي اللي يوصف طبعا راح نقرأ ذن الجمل ونعرف شنو اللي يوصف ذن اللي قدامك mountain bike الدراجة الجبلية lightweight tent اللي هي الخيمة خفيفة الوزن راح نجي نشوف فصفهم لو تلاحظ يقول it انها waterproof كلمة water شوفها ايضا كلمة شنوها مركبة دير بالك عليها water معناها ما proof مضاد راح اصير ضد الماء لاحظ مضاد اوكي ضد الماء شوف هذه معناها waterproof ضد الماء هاي كلمة مركبة جاية من كلمتين بعد انها waterproof مضادة للماء and و it's easy ومن السهل to put up تنصيبها شنية المضادة الماء اكيد الخيمة اذا راح نكتب له تنز نجي للثانية it has انه يحتوي disk brakes اللي هي الفرامل منوها اكيد mountain bike او البايك الدراجة الجبلية فإت انه has يحتوي disk brakes شوف disk brakes disk brakes لاحظ disk brakes هذي كلمة مركبة ادي البالك عليها انه يحتوي على فرامل to help you لكي تساعدك شنوها بيمن stop quickly تتوقف بسرعة in the rain في المطر اذا هذا منوها ببرايكات اكيد البايك نجي للثانية it sleeps too انها تسع لشخصين يعني نامون بها شخصين اكيد هاي التنت باختصار شديد so لذلك it is big انها كبيرة enough بما يكفي for us لنا it is fast and safe انه سريع وآمن منوها الخامل والبايسيكل اكيد البايسيكل خمسة it is strong انه قوي and insect proof او انها قوية strong قوية and insect proof شوف هاي هاي ايضا مهمة هاي كلمة مركبة insect حشرة proof مضاد للحشرات شوف مضاد للحشرات insect proof شوف هنا water proof وانتبه للكلمة proof راح اشوفها واي هنا مضاد للماء وهنا مضاد للحشرات يعني ما يدخل للحشرات شنو هاي عزيزي الطالب تنت شنو تنت الخيمة لاحظ فنجي المن للساتة it's made from انه صنعة من نايلون اني هو النايلون نفسيته so لذلك it is انه light خفيف وانتبه للكلمة light تأتي بمعنى خفيف وتأتي بمعنى ضوء لاحظ light بس هنا جاي خفيف النايلون شبيه خفيف and easy to carry ومن السهل حملها شوف اذا light خفيف خليها بوالك ومن السهل شنو حملها شنو هذي اللي مصنوع قابل بايسيكل من النايلون لا اكيد التنت الخيمة هذا عزيزي الطالب والمطلوب من عندك التركيز على اليمن على الكلمات المركبة waterproof لاحظ هذي واحد disc brakes اي اثنيا لو تلاحظ insect proof هاي ثلاثة ذلك الكلمات واللي راح نشوفهن وكذلك التمرين اللي موجود بصفحة عشرة بعد نجي المن نجي لهذا السؤال who are the people من هم الناس in the conversations اللي موجودين بالمحادثات اللي حتونا على البايك وعى التنت طبعا عزيزي الطالب two people هذي اللي يحتونا على البايك two people advertising the bike اكو ثنين كانوا واني من قرأتها ثنين من الناس كانوا يعلنون البايسيكل on the radio على الراديو طبعا هذا السؤال مو كلش مهم بس يعني خاف يسئلونك عليه بعد نجي المن اما التنت الخيمة a father and a son ابو وابن كانوا يردون يشترون الخيمة هذولا عزيزي الطالب بالنسبة للبايسيكل وبالنسبة المن للخيمة وهذا السؤال مو كلش مهم بعد يقلك discuss the new vocabulary ناقش المفردات الجديدة what do the words mean ماذا تعني طبعا اللي شرحتهن فوق وقلت لك مثلا ويندو بروف مثلا انسكت بروف مثلا ديسك بريك اخذ الكلمات المهمة نجي المن نجي هاي هاي الزبدة هذي يشرح لك الكلمات المركبة شنو لو تلاحظ هنا يقلك compound words الكلمات المركبة ويعرفهم راح يقلك الكلمات المركبة words هي كلمات in English في اللغة الانجليزية are sometimes هي بعض الاحيان made تصنع from two nouns من اسمين ولو تلاحظ قبل شوية اخذنا mountain اللي هو جبل هذا اسم والبايك اسم صارت mountain bike اللي هي الدراجة جبلية فلاحظ تتكون لي من اسمين قبل شوية انا قلت لك كلمتين لاحظ نجي الهنا wind proof اللي هو ضد الماء مضاد للماء لاحظ شي يقلك يعني شنو معنى wind proof شنو معنى هاي الكلمة المركبة معناها made مصنوع from material mad that التي wind الهواء cannot get through لا للهواء الرياح لا يمكنه get through ان يدخل من خلالها زين هاي وين شايفها عني الwind proof بعض الاحيان اكو دراجات دراجات نارية يخلون هتشي مثل الكريستالة جامع يخلي قدامها حتى ما تخلي الهواء يجع ليه مباشرة هذا واحد بعد اكو سيارات يخلون كريستالة يم السايق يم الراكب هاي الكريستالة سحول ويند بروف تمنع دخول الهواء الى داخل السيارة اوكي او تمنع دخول الهواء من خلالها خوش دخول السيارة نوك على العموم راح نجي الهاي هاي ديسك بريكس شوف كلمتين ديسك معناها قرص بريك اللي هو البريك فاش راح اصير بريكس ذا يوز الفرامل التي تستخدم الديسك ليش اكو يستخدم من بنزات اكو ديسكات والى اخر اكو ذني البايسيكل الزغيرة مخدات ما ذلش يسمين على العموم فاشياء مختلفة انت تخلي ببالك ديسك بريكس اللي هي الفرامل كلمة ديسك معناها قرص و بريكس اللي هي البريك فهاي ديسك بريكس عزيز الطالب وهاي بريكس فرامل ذات يوز التي تستخدم ديسك الاقراص بعد هل يمكنك ان تفكر بأي كلمات مركبة اخرى كلمات مركبة اخرى ايوال صانروف صانروف ار باغ ار باغ الاكتريك ويندوز النوافذ والى اخرى هواي يقول انظر الى لسن ون الدرس الاول اند تري والدرس الثالث طبعا الدرس الاول كان بي كان بي انفميشن ديسك كان بي سيكوريتي جار كان بي شوب اسيستنت لاحظ بعد ودرس الثالث اللي هو سيارة السنة اللي عددت لك الصرف والاخره في كتابك في كتاب الطالب طبعا هسا عرفت الكلمات المركبة شون يجن بالامتحان وعرفت مني ان يتكونن وتخلي بالك علي هذا مهم جدا جدا بعد راح نيجي الراجع شنو giving reasons اللي هو اعطاء الاسباب طبعا قبل لا تشوفها وقبل لا تشوفها هسا المراجع الى شايف ذاك الدرس ابقى وياي الى ما شايف ذاك الدرس لا اطلع ليش لان راح احتيحتي انت متعرفة ما شايفة قبل بساعة فبما انه متعرفة وما شايفة راح تكون عليك صعبة ودوخة راح تدوخ واضحة الفكرة نجي لو تلاحظ هنا هناك فرامل هاي الجملة او تقدر تقول انه يحتوي في هاي الجملة بعدها قاعدتنا هنا هي قاعدة لحظ لكي يساعدك شنو الفرامل بيش يساعدني شنو فادتهن نتوقف بسرعة شوف هاي الفائدة هاي شنية هاي الفائدة والديسكو برينكس هاي الحاجة وهاي فائدتها وهاي القاعدة تساعدك بعد نجي المل اللي بعدها كلمة معناه اخر اصدار اخر شنو ساسبنشن اللي هو نظام التعليق نظام الدبلات شوف تحتوي انها تحتوي على اخر نظام اخر نظام المن للتعليق نظام الدبلات قاعدتنا هنا شنو تهيلب يو لكي يساعدك من هو نظام الدبلات هاي الحاجة شنو فائدها بيش يساعدك كيييب اون دي راود تبقيك على الطريق شوف هاي الفائدة وهاي الحاجة وهاي القاعدة نجيل هاي الجملة طبعا هاي الجملة وحيدة اللي تستخدم بيها so you want قاعدة so you want بس يا هاي ولاحظ it's easy من السهل to put up تنصيبها so لذلك you want انت سوف لن waste time تضيع الوقت فهاي افهمها احفظها بس هاي على so you want اما so you can لا لاحظ there are هنالك clear instructions تعليمات واضحة هنالك تعليمات واضحة so لذلك you can يمكنك put it up easily تنصيبه بسهولة شوف high clear instructions هاي الحاجة يعني شنو يعني هذا الكتيب اللي بتعليمات واضحة فاعدة شنو من نشوفه نقرأ ننصب الشي بسهولة وقاعدتنا من هي so you can وانت خليها ببالك جملة قاعدة فائدة جملة حاجة حاجة قاعدة فائدة وش رحتها وفصلت تعزيز الطالب ذاك الدرس وهذا سويت لمراجعة طبعا لحد هنا قد انتهى درسي انتظروني في درس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر